اعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا بشأن متابعة اجراءات دعم الصناعة المصرية والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية واكد رئيس مجلس الوزراء ان هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الاجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية باعتبارها احدى ركائز الاقتصاد المصرية وذلك بهدف دفع عجلة الانتاج والاستغلال الامثل للطاقات الانتاجية المتاحة وخاصة التي تتوافر لدى القطاع الخاصة مع زيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من تقرير يزعم وضع اجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم او التقديم على تأشيرة سياحية الالكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية اتواصل المركز مع وزارة السياحة والاثار والتي نفت تلك الانباء تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات المقبلة نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات ومن المقرر ان تعقد اللجنة العليا للتنسيق اجتماعا لوضع الحدود الدنيا لقبول بالكليات والمعاهد بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية ومن المتوقع ان يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال ساعات مع اتاحة النتائج على موقع التنسيق الالكترونية تعلن غدا الثالثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في الدور الاولى واكدت المصادر ان هناك بعض كراسات الاجابات استحقت الزيادة في الدرجات وتم منحها للطلاب واختار مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع تغيير شهادات الطلاب بعد الزيادة اعلنت وزارة الصحة عن البدء في اصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء لتحقيق الربط الالكتروني بين الادارة العامة لمراقبة الاغذية ومراكز فحص المشتغلين بالاغذية والمعاملة فضلا عن انشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بمجال تداول الاغذية وذلك لتقديم طلبات اصدار الشهادات الصحية من خلالها وإصدار شهادة صحية موحدة ومؤمنة للعاملين بتداول الأغذية لمنع تزوير إصدار الشهادات الجديدة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلثاء تقصا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيدة معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيدة مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيدة شكرا